على موقع فيسبوك نشر أحد مواطني البصرة مقطعاً وثق فيه لحظة نقل مريض بسيارة بيك أب في حوض السيارة الخلفي وذلك من أمام مستشفى الفيحاء في مدينة البصرة تسأل المواطن أين دور وزارة الصحة بتوفير سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمصابين وقال أيضاً كيف يتم نقل رجل مريض بهذه الطريقة تحت شعة الشمس اللاهبة دعونا نشاهد المقطع مريض ينقل بسيارة مدنية مريض شوف لا أسعاف لا شيء مستشفى الفيحاء قابل مستشفى الفيحاء يعني ما عتم سيارة أسعاف الله أكبر يا الله الله أكبر يا الله الله أكبر يا الله الله أكبر ليش وين ما للعراق وين الأحزاب لعنة الله عليكم الأحزاب نعنة الله عليكم نعنة الله عليكم نعنة الله عليكم ليش يعني هذا المريض ينقل بسيارة مدنية وبالشمس وبالحار ليش الله أكبر عليكم إن شاء الله الله أكبر على الأحزاب نعنة الله عليكم الله ينتقم منكم يعني ماكوا سيارة أسعاف تنقلة ليش ليش شنه الظلم هذا الله أكبر عليكم الله لا يوفقكم إن شاء الله هذا العراق 2019 المريض ينقل بسيارة بيكن وسيارات الأسعاف لم توجد مقابل مستشفى الفيحاء هذا مستشفى الفيحاء في البصرة بالبصرة هكذا ابن العراقي ينقل